أنا زميلنا محمد شهين من قلب العالمين الجديدة عشان يقول لنا ايه اخر تطورات السباء الرائع السباء الهجن هناك واصلين في الايه ومدى الاقبال عليه قد ايه مساء الخير بنرحب بيكم ومنرحب بكل سيادة مشاهدي قناة سي بي سي وطبعا كالعدم متابعين معاكم كل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ولكن احنا دلوقتي في حدث مختلف وحدث فريد من نوع وبيحصل في مهرجان العالمين في النسخة التانية احنا دلوقتي بدأنا مع موكب الهجن اللي انطلق من سيد عبد الرحمن احنا دلوقتي على الطريق معانا العديد من مشايخ ومن شباب القبائل العربية من كل انحاء مصر ومن كل محافظات مصر اللي بيشاركوا في عروض وسبقات الهجن اللي بتقام في مدينة العالمين في نسخته التانية ويعتبر من اهم الفعاليات ومن اهم الاحداث انطلق الموكب من داخل سيد عبد الرحمن الجمال على السيارات متحملة دلوقتي مستعدة أنها تدخل مدينة العالمين بعد دقيق العربيات طبعا بتتوفد معانا عليها مئات الجمال عندنا في هذا السباق وفي هذا الاستعراض أكثر من 1500 هجان من كل محافظات مصر ومن صعيد مصر ومن شمال مصر ومن شرق مصر ومن غرب مصر من كل المحافظات ومن كل القبيل العربية أكثر من 1500 هجان بيشاركوا النهاردة في عروض وسبقات الهجن داخل مدينة العالمين وداخل مهرجان العالمين الجديدة خلونا كده نتشرف كده باللقاء مع رئيس اتحاد سبقات الهيجن في مصر برحب بيك من نوارين الدنيا والصورة اكتر من رائعة وحنا دلوقتي طبعا بنتابع معكم اول باول تحرك الموكب وتحرك الجمال عشان تدخل مدينة العالمين الجديدة الاول احنا عندنا كم محافظة وعندنا كم مشارك 17 محافظة سيد احمد وعندنا 22 قبيلة و1540 مشارك ان شاء الله وان شاء الله يعني القدم افضل وحنا دايما تحت امر بلدنا وفخامة الرئيس السيسي وزير الشباب والرياضة ودايما مصر ان شاء الله في تقدم وازدهار نوارتوا الدنيا واهلا وسهلا بيكم قولي حرك جاي منين والنهاردة هنعمل ايه جاي من جنوب سيناء ان شاء الله انا نشارك بلا في العارف بإذن الله وحنا ارجع نستان في المهرجان حد معنا هنا من الصعيد اهلا وسهلا تعال تفضل نوارنا اهلا وسهلا حضرتك مين وجاي منين الشيخ حسن عائد ملي في قبيلة العواج محافظة لوكسر بالنيابة عن محافظة لوكسر بشارك في مهرجان العالمين اهلا وسهلا بيك نوارت العالمين واهلا وسهلا بكل اهل الصعيد طبعا احنا دلوقتي مع حضراتكم بنتابع اول باول خروج موكب الجمال من سيدة عبد الرحمن متجهة طبعا الى العالمين طبعا مسافة حوالي 50 كيلو ما بين سيدة عبد الرحمن وما بين مدينة العالمين الجديدة عشان ينطلق النهاردة عروض الهجن اللي بشارك فيها اكتر من 17 محافظة واكتر من 1500 هجان من كل محافظات مصر زي ما انتو شايفين الناس منوار الدنيا ومنوارين العالمين كل سنة وانطيبين هنتابع مع حضراتكم هنتابع مع حضراتكم اول باول مسيرة وموكب الجمال لغاية ما ندخل مدينة العالمين وهناستكمل بقى العروض الجميلة النهاردة وهناستكمل كمان متابعتا معاكم لسبق الهجن اللي بيحصل في مهرجان العالمين في نسخيته التانية تحت شعار العالم عالمين العدد الموجود 1500 هجان معناه انه في 1500 جمل هيشاركوا فيه المسابقة دي متوقع المسابقة تاخد وقت تأدي ايه تقريبا يا محمد طيب وتفاعل الناس معاها طيب والفائزين هيكون ايه المسابقة يعني المكافقة احنا دلوقتي احنا دلوقتي عايز اقولك ان احنا المسابقة ان شاء الله تبقى 3 و 4 النهاردة في استعراض طبعا للجمال الموكب دلوقتي بيتحرك احنا نتابع الموكب مع حضراتكم اول ما ندخل مدينة العالمين هنتحرك دلوقتي بالسيارات علشان نتابع الموكب من دخول مدينة العالمين تبقى ان شاء الله تبقى قوية جدا واتليه بحدث فريد من نوعه وحدث كبير جدا زي مهرجان العالمين اللي بيعتبر اهم حدث ترفيه في الشرق الاوسط خلينا نشوف الموكب يو بتحرك معاكم حقيقة فكرة رائعة جدا يا ايمان ومن يعني للشهر المتحدة انها هتفكر في الهجن ومسابقة زي دي بتميز مصر وتميز محافظاتها وشو في قد ايه جايين من كل محافظات الحقيقة يعني 1500 متسابق ومحضرين مفاجآت يعني هي مفاجأة لنا احنا شخصيا يعني الاجانب بييجوا مصر ساعد وعايزين يشوفوا الجمال هم اول حاجة بيعملوها اه طبعا يعني عندنا في الهرم حتى الاهرامات لما الاجانب بييجوا اول حاجة يسألوا عليها فين الجمال لان دي تعتبر بصمة مهمة او علامة مهمة بتميز المناطق السياحية عندنا في مصر ولما يكون المشاركين من المحافظات المصرية الحدودية ومن كل مكان فيك يا مصر مش بس من المناطق اللي هي المتاخمة ليه العالمين الجديدة او اللي جنب العالمين الجديدة زي مثلا المطروحة او سيوة لا كمان في سينة وجنوب سينة مشاركين كمان لحد جنوب اقصى جنوب مصر من اللقصر والصعيد كله فطبعا تعتبر مصر كلها مشاركة في مسابقة الهجن واعتقد دي مسابقة مهمة جدا جدا وفيها لفتة جميلة جدا من قبل الشركة المتحدة وكل المنظمين للمسابقة الجميلة دي واكيد لها جمهور كبير مش بس في مصر في العالم كله